في محاولة على ما يبدو لكسر الجليد ووضع النقاط على الحروف حتى وزير الخارجية الإسرائيلية إيرلابيد في موسكو لأول مرة منذ تسلمه مصيبه قبل أشهر وفي جعبته كثير من الكلام وقليل من العتاب بعد فتور العلاقات مع الجانب الروسي خلال الأشهر القليلة الماضية والسبب بشكل رئيس هو سوريا حتى الطائرة لبيد وحط معها كثير من الملفات الساخنة التي ناقشها مع نظيره الروسي سيرجي لافروف الملفان الإيراني والسوري كان على طاولة المباحثات إسرائيل التي تسعى جاهدة لتقليص الوجود الإيراني في سوريا والتي تتخذها دائما مبررا لعملياتها العسكرية في المنطقة أكد وزير خارجيتها أنهم ليسمحوا لإيران ببناء أي قواعد عسكرية على الحدود معها وأنهم ليصمتوا إزاء أي تحركات لإيران في المنطقة في لهجة صارمة واضحة للجانب الروسي ليأتي الرد من وزير الخارجية سيرجي لافروف بأن موسكو لن تسمح بأن تصبح سوريا ساحة للمواجهة بين الدول الأخرى وأنها تعارض سداف إسرائيل انطلاقا من الأراضي السورية لافروف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي أكد أن الحلول في سوريا ليست سهلة أبدا ليعود وزير الخارجية الإسرائيلية ويؤكد أنه لا استقرار في سوريا طالما بقيت إيران في المقابل لم تغب درعا وإدلب عن تصريحات الوزيرين فسيرجي لافروف اعتبر أن الاتفاق مع تركيا بشأن إدلب لم يطبق بالكامل وفيما يخص درعا قال إنه لا يمكن القبول بوجود مساحات فيها خارجة عن سيطرة الجيش السوري بحسب تعبيره انتهى المؤتمر الصحفي بينهما وما دار في العلن سيكون غالبا أقل بكثير مما سيدور خلف الأبواب المغلقة بين لعبين رئيسيين في الملف السوري يتفقان في بعض المسائل ويختلفان في أخرى ضمن الملعب السوري ترجمة نانسي قنقر